نعرف أنه أيضاً من الأشياء المحفزة والحلول أيضاً لدعم مبدأ الزواج في الحياة أنواع الزواجات المختلفة المسيار والعرفي وغيرها من الأنواع هل هذه قد تكون أيضاً في جانب آخر مهددة لبيت الزوجية وكيان الأسرة؟ الزواج ما يسمى بالمسيار منه ما هو زواج سليم ولا ملحظ عليه والباعث على فكرته هي غالباً ظروف الزوجة أو الزوج وبالتالي يتفقان برضاتام بينهما ألا يكون هناك مبيت مقنن بينهما مع احترام كل منهما لعقد الزواج وميثاقه الغليظ ليس هناك كذب ولا تلاعب ولا خداع ولا تخفي بل زواج شرعي متكامل لكن مع الأسف نجد أن هناك حالات لزواج ما يسمى بالمسيار قائمة على التخفي من المعلوم شرعاً أنه يشترط في النكاح الإعلان يقول صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف الزواج الشرعي لا يخفى لا على الزوجة ولا على غيرها أمثال هذه الزوجات نتج عنها مشاكل كبيرة حتى على الزوجة التي تزوجها مسياراً تجد كثيراً منهن أقدمنا على الزواج طلباً للولد وقبلنا بإسقاط بعض أيام المبيت تليد الذرية والستر حتى لو تنازلت عن بعض حقها بينما الرجل المخادع تزوجها للمتعف فقط تجده يتهرب عن الإنجاب ويخادعها في ذلك وغيره وتجدها أيضاً يسرق نفسه من بيته الأصلي في أجواء من القلق والشكوك والزوجة التي أخذها مسيار يأخذ عليها العهود بإخفاء الزواج وإلا هددها بالطلاق إذا أفست سر هذا النكاح وكأنه العياذ بالله السفاح وليس نكاحاً هل هذا زواج؟ بل وصل الأمر في بعض زواجات ما يسمى بالمسيار أن الرجل قد يكون له أربع زوجات فيتزوج بأخرى قبل أن تكمل زوجته المطلقة عدتها ويصبح عندئذ قد تزوج خمس زوجات وهذا يحصل أحياناً عند المكثرين المستهترين وبعض الزوجات المكثرات من هذا الزواج ربما تزوجت قبل إكمال عدتها وهذا الأمر والعياذ بالله من الكبائر ومع إثمه العظيم أمام الله تعالى إلا أنه موجب للعقوبة المغلطة في الدنيا